اشرح لنا بقى يعني ايه فن الكلام؟ شوفي هو أسلوب للتعبير عن ذات ومش كفاية أبداً أن تكون ملامحي جميلة ويكون أنت بنت ناس ويتكوني مصقفة أو متعلمة لكن إزاي بتعرفي توصلي ده كله في جمع الواضحة في أفكار مترتبة صح وده بيتطلب حاجتين حاجة الأولى أن يكون عندك ما يسمى بالكاريزمة الشخصية لازم يبقى فيه جاذبية وانت بتتكلم بمعنى أنك ممكن تقولي كلام مهم جداً ولكن ملامح وشك مش بتعكس الكلام اللي تبي تقوليه ولا تواجدك بيملى المساحة وانت بتتكلمي طب ممكن تتدينا مثلها مثلاً في النقطة الزي؟ يعني مثلاً لما يكون فيه حد عاوز تتكلم لازم يكون شخصيته نطجة بالشكل الكافي وعنده ابتسامة على وشه وبالتالي بيبقى اللي قدامه حابب ملامح وشه وهو بيتكلم فتبص تلاقيه بيقبل الكلمات منه لكن فيه بعض الوجوه ما هياش ربنا خلقها مبتسمة فتبص تلاقيه عليه علامات الجدية لكن الكلام اللي بيقوله مش على درجة الجدية اللي موجود على وشه يعني إذا مش بمزاج الواحد اللي تولد بيه بقى؟ ده ده جزء منها تمام لكن جزء تاني بيبقى مكتسب مع وجودك مع ناس ايه اتعلمت منهم ده لأنه الكارزمة مع الوقت ده بيبقى نطج أكتر منه بتبقى ملامح وتشكيل بالظبط بيتشكل حسب اللي حواليه صح كده؟ ده كلم صحيح طيب حضرتك قلت دي أول حاجة تاني حاجة ايه بقى؟ الثقافة الشخصية مهمة للوقع إنه لازم يكون ملم بأشياء متعددة يعني بيكون بيقرة كتير بيكون الكلام بتاعه الكلام فيه نوع من الوقعي يعني لازم يكون عنده ثقافة متحضرة فتبص تلاقيه مؤثر هو بيتكلم وأحيانا الكلام بتاعه حتى لو عفوي بس معاه خف الظل بص بقى حضرتك هي دي المعدلة يعني ايه؟ المعدلة تيجي منين إن حضرتك تكوني بتقولي أي كلام بتقولي أي حاجة بس يتدمك خفيف زي الناس بتاعه الكوميديا نجوم الكوميديا أخدوا منين شهرتهم هما مش بيقولوا حاجة لها ثقل هما بيقولوا كلام خفيف وبسيط بس شخصياتهم بتكملها لكن في بقى عفوية غير مقبولة صح كده؟ اللي هي العفوية العشوائية اللي هو أي حاجة مش مترتبة أي كلام بيتقال اللي هو زي الجملة اللي يقولك اللي في قلبه على لسانه ما هو مش كل اللي بيبقى موجود جواكي لازم يتقال صح ومش كل كمان الكلام الصادق بيطلع في توقيته الصحيح لإني فيه ناس مش هتقبله بسهولة صح أحيانا لازم نجمل الحياة من حوالينا عشان نقدر نكمل ونختار التوقيتات الصح مش أي وقت وهو ده الواحده اسمه المهارات الحياتية دي رقم ثلاثة بقى اللي هو الشخص اللي احتكب كل مستويات وفئات الناس بتبصت لقيه بيعرف يتعامل مع كل الناس من أول حارس العمارة اللي عنده في البيت لغاية رئيس مجلس الإدارة اللي بيشتغل معا بالضبط هو ده بقى بيجي بالخبرة صح كده دي المهارات الحياتية دي المهارات الحياتية لكن فيه المولودين بيها بيبقى عندهم الخبرة دي من الأول وعارفين أو حاسين بيها بيبقى عندهم الكاريزمة بس ما عندهمش الخبرة الحياتية يعني عنده آر نوت جده وأنا عجبني شخصيتك وعجباني ملامحك بس ما عندكيش مهارة الحياة لتخليكي تقنعيني لما تكون عايزة تقنعيني ترجمة نانسي قنقر